إذن النيجر أصبحت تتلقى مساعدات كبيرة وكبيرة جدا من حكومة المغربية آخرها وأبسطها البلوطة شوفوا سيل البلوطة واش را يدير لقجع ورا رسميا بادو زاكي اللي هو اللاعب الدولي المغربي يدرب النيجر بولية فعل الفاتورة هو سيلقجع لقجع يتكفل براتب زاكي مدربا لمنتخب النيجر لقجع يتكفل براتب زاكي مدربا لمنتخب النيجر زيد هذه الصحافة المغربية هذه ليست تزيرها الصحافة المغربية قرار لقجع القاضي بالتكفل جامعة براتب بادو زاكي يثير الجدل زيد لقجع يتكفل براتب زاكي مدربا لمنتخب النيجر راتب هذا يا زاكي بادو زاكي اقل شي اقل شي ممكن يكون خمسين الف اورو في الشهر. خمسين الف اورو في الشهر اقل شي. شكل يدفع هلو? يدفع هلو لقجع. يدفع هلو لقجع من جيبو? لا. يدفع هلو من الاتحادية كرة القدم المغربية. هل دراهم المغرب? لا. دراهم الامارات. امارات يعطولو دراهم وقلولو هاك خلص. باش نكسبو النيجر في الجانب الرياضي. قررنا معاونينكو في الرياضة ونبنو لكم ملعب. ونشيلكم حافلات. ونشيلكم صبابة وباسكتات وبالوطة 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 اسموهم الكورة. كورة قدم البلوطة. شلو لكم بالوات تلعبوا بيهم وش لكم كذا. ونبنو لكم مسرح ونبنو لكم دار السينما. يعني استعمار ذكي. يكسبو النيجر ومبعدي كان النيجر ولا يستعملوا فيها. كالخاتم في يديهم مثل ما يستعملونا الان مالي. ودوها من عندي. ممكن جدا بعد شهرين ثلاثة شهور سبعة شهر. وزير الخارجية التعال النيجر يستدعي سفير الجزائر في نيجر في ميامي. وقلوا وعليش البرح كنت زايدين في الموسيقى. قدوها من عندي. بعد مالي ذركها خلاص. فتحنا لهم الطريق أنهم يشوكروا علينا ويحقرونها. بعد تشوكير تعمالي بعد أيامات أشهر أسابيع. سمعوا باللي الخارجية تاعد نيجر تستدعي سفير الجزائر وتوبخه. وتوبخه على يعني الموسيقى اللي كانوا دارينها جمعها صوت بزبزف ويقربع عليهم كمانا يقربع عليها في الوطي اللي قال لك نقصنا الصوت. سبها. يلقوا لنا سبها هكذا كون يحبوا شارشيو. لأنه احنا اعطيناهم فرصة. إذن المغرب هي تلعب في مالي هي تلعب في النيجر. واحنا قاعدين اللاتين. البوليسية تاع فريد بن الشيخ يعسوا في المخابرة تاع جبار مهني. والمخابرة انت عجبار مهني يعسوا في المخابرة تاع مجدوب والمجدوب يعس في جماعة الاخرين. الاخرين يعسوا في شناب تيه شناب تيه. هذا. قالوا لي كان لواء جنرال ماجور. لواء لواء. راح بنكسر هذا ربك كدفي ذو كان هبطو. لواء قالوا لي جاي خارج من المطار حاكمه واحد بوليسي قال له وراك رايح. قال له يعني خارج. ايه قال له قول لي وراك رايح و وش راح تدير واختش ترجع. ايه واسم محمد قال له وشني هاد الهضر هادي. اه قال له عندي تعليمات. مني هل تعيب? اه قال له تعليمات من القيادة. اي مسؤول يجي رايح لازم. لواء يا دير رب جنرال ما جورين عدين البلاد هذي اللي اللي وله ولد الحركة يحكموا فيها. لواء خارج من مطار هوري بومدين يحكموا بوليسي تعلباف يقولوا سمح لي يا مون جنرال. اه وراك رايح وش حال تقعد وقتش ترجع. رخستي يا الزرقة. رخستي يا الزرقة. مدام الزرقة يشكروا على الخضورة ويقاردفوا فيهم. انا ما نزعفش انه مالي يشكروا على الخارجية الجزائرية. ويلعبوا بهم. ايه? طاحت بنا. طاحت بنا لهذا المستوى. طاحت بنا لهذا المستوى. اه جيش الفرنسي هذا قلنا ينسحب. سنننحي هذا الحواج باش نقدر نعلق على الباقي اللي قد عبنا نعلق بهذه الخارجية خلاص. اه اوكي هذا اياه خلاص. كمنا مع ازرينو. هذا اياه. لقجع هذا كمنا مع ازرينو. هذا الاجتماع قلنا بعد نتكلموا عليه. اوكي. الاتفاقيات معاهم. ودخلوا في صراع. الامارات حرضت الحكومة المركزية التعمالي. وحرضت المروك تحرضهم. وناظوا في مشاكل وحرب. ونصر لصار. لازوذوا كما هم لا بالذهب لا بالتراب لا بالقبار لا بالزفزة في كل شراح. لانهم حبسوا الاتفاق اللي بينهم وبين الامارات في استغلال مناجم الذهب. نفس الشي بنسبة لسودان. الامارات تستغل مناجم الذهب المتواجدة في دارفور. والتي يسيطر عليها جماعة الدعم السريع. والحرب الان رهنايضة. لماذا حكومة الخرطوم طردت دبلوماسيين الاماراتين وقطعت علاقتهم مع الامارات. لهذا السبب. لان الامارات تدعم جماعة الدعم السريع. وعليش تدعم فيهم لوجه الله ولا تدعم فيهم لسواد عيونهم. لا. تدعم فيهم لانها مسيطرة على مناجم الذهب في دارفور. والدعم في الازواد بكري لانها مسيطرة على مناجم الذهب في شبال مالي. لكن بعد 2021 وهذه الاسرار اللي ما حبيتش نتكلم عليها قبل. للأسف الشديد الجزائر كان لها ظلع في يعني في فسخ العقود ما بين الازواد والامارات والامارات رأيت انتقى منا. على هذا الاساس اللي نقول لكم علش نخلطه في قسام السبع وخاطئنا وشدانا روحوا لفهم السبع. يكفينا الذهب انتاعنا وشدانا احنا روحوا نقول الفلان ما تدير شو لا تدير ولا. هذا الشبب اللي نقول لكم يا ناس الخطر قادم من الجنوب. ونعود نرجع ونقول باللي رانا في ازمة كبيرة والحرب رايحة تكون رايحة تكون في الساحل والصحراء. وقلب الحرب سيكون شمال مالي. يعني القواعد العسكرية وانطلاق السواري يخول مشاكل والحرب راح تكون في شمال مالي. الحرب راح تنطف شمال مالي. الشيخ الزاوية الكنتية هذا تكلمنا عليه. هذا المرسوم هذا بعد نتكلم عليها. الان رح لكم النقطة اخرى اللي هي نقطة مهمة ومهمة جدا نقطة اخرى. ورشيني النقطة. المغرب تنفذ خطة اماراتية اسرائيلية. بعدها سيطرت المغرب والامارات على مالي واصبحوا يتحكموا في الخارجية المالية واصبحوا يلعبوا بهم كما يحبوا والوزير الخارجية داري له بيت في دار البيضة وفي الرباط ولاده عايشين ثم ويصرفوا عليهم. الان لابد من السيطرة على النيجر. النيجر نعم. الان المغرب راه يلعب في الحديقة الخلفية للجزائر. راه هو قاعد يبعبص فينا بالمفهوم الديرج راه يبعبص فينا. يلعبنا في مالي والنيجر. في النيجر كيفش دخلوا? في النيجر دخلونهم بالبلوطة. نعم بالبلوطة كورة القدم. كورة القدم هادا الشيء اللي ظاهره. هما دخلون في امور اخضاء اخرى. فنية وثقافية ويبعثون فيه اكذا ومنهم القريغري والشريغري والقريغري عليهم الصلاح وقريغ كايم زبزب ومساعدات كثيرة هي تقدم فيها. المغرب للنيجر. سؤال ما تروحه واحد يقول يا بس ديرك فهل مغرب يقدم مساعداتها? نعم. بسها مش دراهمه. امارات تعطيله وتقول له مد. لان الامارات مش حابة تبان بصفة مباشرة انها تقدم مساعدات للنيجر. بس الجزائر ما تزعفش. اذا هما يعطوا المغرب والمغرب يقول له مد للنيجر. واحنا خلصوا. فاكتوري احنا خلصوا. اذا النيجر اصبحت تتلقى مساعدات كبيرة وكبيرة جدا من حكومة المغربية. اخرها وابسطها البلوطة. شوفوا. سي البلوطة واش ره يدير لقجع وراها. رسميا بادو زاكي اللي هو اللاعب الدولي المغربي يدرب النيجر اه ب يعني اللي يدفع له الفاتورة هو سي لقجع. لقجع يتكفل براتب زاكي مدربة لمنتخب النيجر. شتو? لقجع يتكفل براتب زاكي مدربة لمنتخب النيجر. زيد. هاي الصحفة المغربية هذه مش تزير يا الصحفة المغربية. قرار لقجع القاضي بالتكفل جامعة براتب بادو زاكي يثير الجدل. زيد. لقجع يتكفل براتب زاكي مدربة لمنتخب النيجر. راتب هذا يا زاكي بادو زاكي اقل شي اقل شي ممكن يكون خمسين الف اورو في الشهر. خمسين الف اورو في الشهر اقل شي. شكل يدفع هالو? يدفع هالو لقجع. يدفع هالو لقجع من جيبو? لا. يدفع هالو من اتحادية كرة القدم المغربية. هل دراهم المغرب? لا. دراهم الامارات. امارات يعطولو الدراهم وقولولو هاك خلص. باش نكسبو النيجر في الجانب الرياضي. قررنا معاونينكو في الرياضة ونبنو لكم ملعب ونشلوكم حافلات ونشلوكم صبابة وباسكتات وبالوطة وبالوطة اسمهم الكورة القدم البلوطة شلو لكم بالوات تلعبوا بيهم ونشلوكم كذا ونبنو لكم مسرح ونبنو لكم دار السينما يعني استعمار ذكي. يكسبو النيجر ومبعدي كان النيجر ولا يستعملوا فيها كالخاتم في يديهم مثل ما يستعملونا الان مالي ودوها من عندي. ممكن جدا بعد شهرين ثلاثة شهور سبع شهر وزير الخارجية التاع النيجر يستدعي سفير الجزائر في آآ النيجر في ميامي وقلوا آآ وعليش البرح آآ كنتوا زايدين في الموسيقى. ادوها من عندي. بعد مالي ذركها خلاص فتحنا لهم الطريق انهم يشوكروا علينا ويحقرونها. بعد التشوكير التاع مالي بعد ايامات اشهر اسابيع سمعوا باللي الخارجية التاع النيجر تستدعي سفير الجزائر وتوبخه وتوبخه على يعني الموسيقى اللي كانوا دارينها جمع صوت بزبزف ويقربع عليهم كمانا يقربع عليها في الوقت اللي قال لك نقصنا الصوت. سبا. يلقون سبا هكذا كون يحبوه شارشيو. لانو احنا اعطيناهم فرصة. اذا المغرب هيتلعب في مالي هيتلعب في النيجر واحنا قاعدين اللاتين. البوليسية تاع فريد بن الشيخ يعسو في المخابرة تاع جبار مهني. والمخابرة ان تاع جبار مهني يعشو في المخابرة تاع مجدوب. والمجدوب يعس في جماعة الاخرين الاخرين يعسو في شناب تيه شناب تيه. هذا. قالوا لي كين لواء جنرال ماجور. لواء لواء. راح نكسر هذا رب كتفضه. لواء قلوا لي جاي خارج من المطار حكم واحد بسيك قال له ا cautious يا انه خارج. اي? قلوا قول لي وراك رايح و.... وش راح تدير واختاش ترجع. ايو اسم مى تقالوا شنيد tier هادر ادي طلقوا يsided? قلوا عندي تعليمات. من يار تعب. اعا قالوا تعليمات من القيادة. اي مسؤول يجا رايح لازم يجب لواء يا دير رب جنرال ماجور يعديه لبلاد هذه اللي اللي لواء خارج من مطار هوري بومدين يحكم بوليسي تعلاباف يقولوا سمح لي يا مون جنرال وراك رايح وش حال تقعد وقتش ترجع رخستي يا الزرقة رخستي يا الزرقة مدام الزرقة يشكروا على الخضورة ويقردفوا فيهم